قدمت مبادرات مائة يوم صحة 160 ألفاً وأربعمائة وثماني خدمات تشمل جميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة أمس في جميع محافظة الجمهورية ووفقاً للبيان الذي صدر عن وزارة الصحة والسكان فإن مبادرة مائة يوم صحة قدمت خدمات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديث الولادة ل921 طفلاً فيما قدمت 21 ألفاً وخمسة وأربعين خدمة ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي كما تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لكل من خمسة ألاف شخص وسبعمائة وأربع معطنين